بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إزايكم عاملين إيه أتمنى يا رب تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نقدر نولع الفرن وكمان الشواية في بوتجاز فريش طريقة سهلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي ولكن ياريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة ويلا بينا مبدئيا هنيجي كده نبدأ نفتح كده باب الفرن بعض الناس لما بتيجي تولع الفرن أو الشواية بتعتقد إن هي تيجي على البقرة بتاعة الفرن وتحويدها بالشكل ده وبعد كده تدوس على زرار الإشعال والفرن هيشتغل الكلام ده مش مظبوط وفي كزا حاجة غلط أول حاجة غلط وهو إن البتجاز اللي قدام حضرتكم ده الإشعال بتاعه بيكون في العيون اللي فوق بس ولكن الإشعال مش شغال في الفرن من تحت ولا في الشعلة بتاعة الفرن ولا كمان في الشواية طيب إزاي هنولع الفرن أو الشواية بيكون عن طريق ولعها هو الإصدار ده من بتجازات فرش مش بيدعم الإشعال من تحت في بعض الناس ممكن ياخد باله دلوقتي إن البقرة مفتوحة الغاز بتاعها هي دي النقطة التانية اللي هنتكلم فيها واللي الناس بتعتقدها اعتقاد خاطئ وهو إن طالما فتحين البقرة بالشكل ده ودوسنا على الإشعال أو حتى لو ولعنا بولعها المفروض كده الشواية تشتغل أو حتى الشعلة اللي تحت ولكن دي النقطة التانية اللي هنتكلم فيها وهو إن كده مفيش غاز واصل خالص يعني كده الغاز مش مفتوح مع الرغم إن احنا فتحين البقرة بالشكل ده بس برضو الغاز مش هيوصل للشعلة خالص طيب ليه الكلام ده لإن دي وسيلة أمان موجودة في البتجاز وهي إنك عشان خطر تقدر تولع الشواية أو الشعلة الفرن من تحت لازم تضغط على البقرة لمدة 3 ثواني يعني إحنا دلوقتي هنخلي السهم ده على إشعال الشواية لإن الجيدة من فوق الشواية إنما اللي تحت دي كده شعلة الفرن لو إحنا خلينا دلوقتي السهم على الشواية وبعد كده ضغطنا على الزرار بالشكل ده كده الغاز بقى واصل ونقدر نولع على الشواية من تحت هنا هنصدر الولعة على الشواية من تحت وبعد كده نبدأ نولع على طول بالولعة وهتشتغل معنا طول ما إحنا دايسين على الزرار ولكن في حاجة مهمة مش معنى إنك ولعت الشواية والولعة اشتغلت هتشيل سبعة من على الزرار على طول لا لو عملت كده الشواية هتفصل الولعة بتاعتها تاني طبعا بنعمل ايه هتفضل ضغط لمدة 3 ثواني على البكرة بتاعة الاشعال لحد ما الولعة تستقر وبعد كده هتشيل 7 كعادي هي 3 ثواني بس والولعة مش هتطفي معاك تاني الكلام ده برضو بينطبق على الشعلة بتاعة الفرن اللي بتكون تحت وعشان خطر برضو تقدر تولعها لازم هتشيل الغطة ده بالشكل ده كده وبعد كده هتبدأ تولع بالولعة في المنطقة دي او ممكن تولع برضو عادي ولكن لازم تخلي الولعة توصل للشعلة وبس كده بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى تكون استفدتم بفيديو النهاردة ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه في التحليقات وان شاء الله هرد عليكم على طول واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة